المترجم للقناة المال السياسي طبعا هو مفيد وهو العصب الرئيسي في إدامة العملية الانتخابية هذا ما جاءت عليه العملية من 2003 ولغاية الآن وأيضا النفوذ والسلطة الموجودة في هذه الدوائر فدائما يبدأون في الصراع على الحصول على مدراء الدوائر وتسخير هذه الدوائر لخدمتهم وطبعا سنشهد بعد أيام وأعتقد أشهر قادمة تبدلات وتغيرات مستمرة بناء على ذلك. أنا لا أتوقع أن هناك من سيفضل الكفاءة والنزاهة في تبديل المدراء وإنما هو الولاء السياسي طبعا للقوة المهيمنة والمسيطرة في المحاضرة والتي لديها سطوة في بغداد هي مفروض تعتمد على الكفاءة والمهنية وطبعا خدمتها للمواطن المواطن أصبح يعلم السيفيات أكبر يعني أكبر عدد من السيفيات الموجودة في الدوائر الحكومية ويعلم من هو الذي يجب أن ينتصدى للإدارة لكن يتفاجأون بين فترة وفترة بوجود شخصيات أو بخروج شخصيات قد يكون طبعا هو المعين هو أفضل من السابق لكن المهم هي النتيجة النتيجة المطلوبة هو خدمة الكتل وليس خدمة المحافظة دوت رئيس الوزراء حاليا يعني أنا مراقبين نحن للشأن في المحافظة نجده أنه عنده فترة تجميع معلومات وأيضا هو رجل ما يتخذ قراءات سريعة يعني يبدأ في تجميع داتا متكاملة ومن ثم يبدأ يتحرك أعتقد ستكون لديه كثير من المعلومات والخبرة في الميدان ما موجود في دوائر الدولة ومؤسساته وأيضا فيما تحتاجه المحافظة وبعد ذلك سيتحرك أعتقد لن يتحرك إلا بعد أن يكون لديه يعني تصور واضح ومتكامل ومن ثم أعتقد سيكون له إجراء مناسب تصور واضح ترجمة نانسي قنقر